السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطالنا أبطال ثالثة سنوية أدبية إذا كرحوش عاملني يا ربكم بخير هنحل مع بعضي تمرين كتاب المعاصر اختر على الاحتمال الشرطي إذا كانت تقاطع بخمسين و ألف باربعة لخمسة يبقى احتمال به بشرط ألف وده قانون مباشر هو احتمال ألف تقاطع به على احتمال ألف احتمال ألف تقاطع به بثنين على خمسة على أربعة على خمسة يبقى اتنين على خمسة سبت اضرب اقلب مش عاجبك التصفية كده تقدر تشتغل بالألن حسبه يبقى النتيجة تطلع بالنصف اللي هو الاختيار ألف إذا كان احتمال ألف بشرط به تلت و به بكذا تقاطع بكاما قلت له يا أستاذ هو قانون احتمال ألف بشرط به بيساوي لم ألف تقاطع به على لم به حلو كده قلت له حلو لو عملنا المقص يديد التقاطع يبقى التقاطع ده بيساوي ضربهم يعني ضربهم في بعض يبقى التقاطع بيساوي احتمال ألف بشرط به ضرب احتمال به يبقى تلت ضرب اتناشر على خمسة وعشرين على ثلاثة فهل واحد على ثلاثة فهل أربعة تطلع أربعة على خمسة وعشرين برضو الاختيار ألف إذا كان ألف وبه حدثين من فضاء عينة في تجربة عشوائية واحتمال به بستة من عشرة وبه فرق ألف بنص هتلين احتمال ألف بشرط به قلت له احتمال به بشرط ألف دي قال لها قانون هي احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به احتمال ألف فرق به بيساوي نص وهنا ستة من عشرة ناقص كام يبقى احتمال ألف تقاطع به بواحد من عشرة حلوة أنا عايز احتمال ألف بشرط به هو التقاطع على احتمال به يبقى النتيجة بتساوي ستس اللي هو الاختيار جيم صعب اللي بعضه اذا كان ألف وبه حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان احتمال به بكذا وألف فرق به بكذا أنا عاوز منك احتمال ألف بشرط به المكمل قلت له يا أستاذ من ده من احتمال ألف فرق به ده معناه لو دي كانت ألف ودي به أنا عاوز به المكملة اللي بيكمل به يا أستاذ كل ده كل ده كده بيكمل به حلوة لو جينا كتبنا القانون ده هنبص نلاقيه هو احتمال ألف تقاطع به المكمل على احتمال به المكمل ألف تقاطع به المكمل اللي هو احتمال ألف فرق به على يعني ألف كله شيل منه به اللي هو التقاطع على احتمال به المكمل اللي هو واحد ناقص احتمال به يعني ببساطة انت مغشيش نليه بنص والتانية نجيب مكملتها أربعة من عشرة باقي ستة من عشرة نشيل الفصلة مع الفصلة يبقى اللي جاء بخمسة على ستة أنا عاوز احتمال ألف بشرط به المكمل قلنا ده ده عبارة عن احتمال ألف تقاطع به المكمل قسمة احتمال به المكمل ده رسا عرّفينه من فوق انه هو احتمال ألف فرق به واحتمال ألف فرق به وهو احتمال ألف ناقص احتمال ألف تقاطع به احتمال ألف بيساوي 7 من 10 ناقص 2 من 10 على احتمال به المكمل 7 من 10 بخمسة ستة السؤال اللي بعضه بيقول ألف فرق به بربعة من عشرة والتقاطع بواحد ده بكام أنا عاوز احتمال به بشرط ألف لطوله ده معناه احتمال ألف تقاطع به المكمل على احتمال ألف ودي معناها ألف فرق به على احتمال ألف وألف فرق به بربعة من عشرة واحتمال ألف أجيبه تجيبه منين من هنا مش دي معناها احتمال ألف ناقص التقاطع يبقى احتمال ألف طلع بنص لو عدنا دي بإشارة مخالفة درحوا مع بعض أربعة على خمسة يعني تمانية من عشرة اللي هو الاختيار ده ل السؤال السابع إذا كان احتمال ألف بخمسة واربعين من مية واحتمال به بستة من عشرة احتمال به بشرط ألف تمانية من عشرة أنا عاوز منك احتمال به المكمل بشرط ألف بكامل طوله يا أستاذ ده معناه اللي انت عطيهولي ده معناه احتمال به تقاطع ألف على احتمال ألف تمانية من عشرة بتساوي التقاطع على احتمال ألف خمسة واربعين من مية يبقى احتمال التقاطع تمانية من عشرة ضرب خمسة واربعين من مية ده معناه ايه؟ ده معناه احتمال ألف تقاطع به المكمل قسمة احتمال ألف اللي هو احتمال ألف فرق به قسمة احتمال ألف احتمال ألف فرق به اللي هو بيساوي احتمال ألف ناقص التقاطع اللي هو بيساوي احتمال ألف ناقص التقاطع على احتمال ألف لو خدنا 45 من 100 مشترك وأسمناها أنت برضو بالنسبة لك بتشتغل بالآلة الحزبة يبقى الناتج 2 من 10 اللي والاختيار دال السؤال الثامن لو كان احتمال آلف بكذا واللي اتحاد بكذا أنا عاوز احتمال آلف المكمل بشرط به المكمل قلت له يا أستاذ ده معناه احتمال آلف المكمل تقاطع به المكمل على احتمال به المكمل عشان بس مش عارفين القانون ده قانون دي مورجان يبقى احتمال آلف اتحاد به المكمل على احتمال به المكمل الاتحاد 5 على 6 مكملته 6 5 على 6 باقي كامل ال 6 1 على 6 وبه المكمل معايا نص يبقى مكملته نص يبقى الناتج 2 على 6 أو اكتبع الآلة الحزبة تطلع بتساوي دالت ليه هو الاختيار بقى لو كان آلف حتة من به آلف جزء من به والمكمل بسبعة من عشر قلت له يبقى آلف باقي 3 على 10 وكان احتمال به بنص قلت له لو آلف حتة من به يبقى احتمال آلف تقاطع به بيسوي لام آلف انا عاوز يا استاذ بشرط قلت له ده معناه احتمال آلف تقاطع به بشرط احتمال به التقاطع هو لام آلف نفسه اللي هو بتلاتة على عشرة على نصف سبت اضرب اقلب يبقى انها تختلع 3 على 5 اللي هو الاختيار بقى اذا كان آلف وبيه حدسين من فضاء عينة لتقربة عشوائية وكان آلف حتة من البع يبقى احتمال به بشرط آلف ايه قلت له احتمال به بشرط آلف ده بيساوي احتمال آلف تقاطع به على احتمال آلف حلو كده فالراجل بيقول لو كان آلف جزء من البع يبقى بيتقاطعه في آلف يا استاذ طيب لام آلف على لام آلف بكام قلت له بواحد فين هنا الواحد قلت له احتمال الفضاء هو اللي قمت بواحد يا استاذ في تجربة القاء قطعة نقود منتظمة مرتين متتاليتين المرة الاولى صورة كتابة المرة الثانية صورة كتابة صورة كتابة احتمال ظهور كتابة في الرمية الثانية قلت له كتابة كده مرتين من اصل اربعة يعني بتساوي نصف في تجربة القاء حجر نارد منتظم مرة واحدة ماشي احتمال ظهور عدد زوجي اولي اذا ظهر عدد اكبر من الواحد الاعداد الاكبر من الواحد يا شباب اللي هي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بيقول بقى انا عايز احتمال ظهور عدد زوجي اولي قلت له يا استاذ هو بس عنصر واحد اللي هو الواحد اللي اتنين ده هي ده رقم واحد بس اللي هيظهر يبقى واحد من كم عدد معايا من خمسة يا استاذ بس بس يبقى هو خمس في تجربة القاء حجر نارد منتظم مرة واحدة احتمال ظهور عدد زوجي علما بان العدد الظاهر على الوجه العلوي اكبر من الواحد يعني نفس الارقام دي بس يكون زوجية قلت له اتنين اربعة ستة كده تلات ارقام من اصل خمسة تلاتة على خمسة اللي هي ستة من عشرة الاختيار جيم هو الصحيح السؤال اللي بعده السؤال الاربعة عشر في تجربة القاء حجر نارد منتظم مرة واحدة احتمال ظهور العدد الثلاثة علما بان العدد الظاهر فردي طول عدد الفردية واحد ثلاثة خمسة وده كده رقم يبقى رقم من ثلاثة واحد من ثلاثة في تجربة القاء حجر نارد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد اولي علما بان العدد الظاهر على العلوي عدد فردي قلت له اولي ماشي هترميه مرة واحدة الاعداد الفردية واحد ثلاثة خمسة الاولي رقمين من ثلاثة اثنين من ثلاثة في القاء حجر نارد منتظم مرة واحدة احتمال ظهور عدد فردي علما بان العدد الظاهر على الوجه العلوي اقل من الاربعة العدد اللي ظهر على الوجه العلوي اقل من الاربعة يعني واحد اثنين ثلاثة انت بتقول احتمال ظهور عدد فردي كده رقمين من ثلاثة اللي هو الاختيار جيم صندوق بيه خمستاشر مصباحا من بينهما خمسة معيبة اذا سحبت مصبحان عشوائيا الواحد طول والاخر دون احلال فان احتمال ان يكون المصر المصبحان معيبان قلت له يا استاذ الاول هما خمسة من خمستاشر ويعني فيه مش هنرجع اللي سحبناه احنا سحبنا واحدة يبقى باء اربعة وباء اربعتاشر في السندوق لو بسطنا يطلع الناتج اثنين على واحد وعشرين على الخمسة هنا فالتلاتة وين على الاثنين فالتنين وهنا سبعة تطلع اثنين على واحد وعشرين السؤال تنونتاشر كيس يحتوي على اثناشر كرة صفراء وتمانية عمراء سحبت قرتان عشوائيا على التوالي بدون احلال فان احتمال ان تكون الاولى صفراء والثاني حمراء دون احلال دون اربعة صفراء هما اثناشر من اصل عشرين والثاني حمراء يبقى تمانية من اصل تسعتاشر ليه؟ لاننا مرجعناش اللي سحبناها هنختصر على الاربعة فيها على الاربعة فيها الاثنين على الاربعة فيها الخمسة يبقى اربعة وعشرين على الخمسة في تسعتاشر بخمسة وتسعين حقيبة بها ست قرات بيضاء وعشرة خضراء اذا سحبت قرتان عشوائيا على التوالي دون احلال احتمال ان تكون خضراء وتام قلتولي يا استاذ عشرة من ستاشر مش هرجعن القرى اللي سحبتها يبقى تسعة من خمسة عشر نبسط على التلاتة فيها التلاتة على التلاتة فيها الخمسة على الخمسة هنا فيها الاثنين على الاثنين هنا فيها التمانية يبقى الناتق طلع تلاتة قسمة تمانية يدرس الف طالب في احدى كليات اللغات فاذا كان عدد الطلاب اللغة الانجليزية هما ستمية حلو والفرنسية خمسمية واللغتين تلتمية وخمسين يبقى باقي من الخمسمية هنا مية وخمسين ويباقي من الانجليزية معاي ستمية خدت منهم تلتمية وخمسين باقي ماتين وخمسين بيقول فاذا اختير احد الطلاب من الكلية عشوائية احتمال ان يكون دارسا للفرنسية اذا كان دارسا للانجليزية يبقى دارسا للفرنسية لو سمينا دي الف ودي با دارسا للفرنسية بشرط با يبقى القانون هنا هو التقاطع تلتمية وخمسين من اصل الف على احتمال با احتمال با اللي هي الانجليزية قمتها بتساوي كم؟ ستمية على الف دول شلناهم مع بعض انها تقتل تلتمية وخمسين على الستمية شلنا صفر مع الصفر على الخمسة فهل سبعة على الخمسة فهل اتناشر سبعة اتناشر اللي هو الاختيار باقي اذا كان احتمال نجاح طالب في امتحان سبعة من عشرة واحتمال سفره للخارج ستة من عشرة فان احتمال نجاح هو صفره للخارج ويعني ضرب سبعة على عشرة ضرب ستة على عشرة نين واربعين على مية نين واربعين من مية احتمال الف تقاطع به بيساوي ايه؟ وده كمان صحيح ده كده خطأ ليه؟ لان يا استاذ التقاطع بيساوي احتمال الف زائد به نقص للتحان او؟ منقدر نقول احتمال الف بشرط به بيساوي احتمال الف تقاطع به على احتمال به لو عملنا المقصة يديني العلاقة صحيحة ولو كنا غيرنا هنا الف وهنا بيساوي كان يديني الاولى صحيحة يبقى دال هي اللي خطأ اخر سؤال رقمت قطاعات دائرية متساوية من واحد لتمانية في لعبة الدار فان احتمال ان يستقر المؤشر عند العدد خمسة اذا علم انه استقر عند عدد فردي عدد فردي نشيل الاعداد الزوجية ادى واحد اتنين ثلاثة اربعة طول اربعة اعداد فردية هو وقف عند واحد من اصل اربعة بس كده اتمنى ان اكون ادر تفيدك سلام عليكم اشتركوا في القناة